يتداول الذهب بشكل ضعيف خلال الجلسة اليوم بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وذلك بعد أن تزايدت التوقعات في الأسواق برفع البنك الاحتياط الفيدرالي للأسعار الفائدة أربعة مرات خلال العام الجاري وأظهرت شهادة جيروباول رئيس البنك الاحتياط الفيدرالي أمام الكونغرس ثقة البنك في أداء الاقتصاد الأمريكي والتأكيد على الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة مع توقعات بتعافي التضخم وتداولت أسعار الذهب عند المستوى 1317 دولار و65 سنت للأوقية وبنسبة انخفاض 0.85% بعد أن فتح جلسة اليوم عند المستوى 1317 دولار و74 سنت للأوقية